الأستاذ طاهر الديسي المدير التنفيذي لصندوق وقفية القدس أهلا بك أهلا بك أحيانك الله في بلاي حديثنا حدثنا أكثر عن الحملة حملة الخير في رمضان والتمكين حدثنا أكثر عن كيفية تقديم هذا الخير وكيفية تمكين المقدسيين في هذه الحملة أراد القائمون على هذه الحملة في هذا الشهر الفضيل أن يوحيجوا جهدهم وينصقوا عملهم للخروج بحملة متكاملة تقوم على أساس تمكين التجار في البلدة القديمة في مدينة القدس ومساعدة الأسر المستورة وعلى ذلك قرر أن يكون هناك نهج عمل موحد للجميع هذه اللوحة الرائعة من العمل المشترك الذي يجمع القطاع العام والخاص والقطاع المدني المجتمعي اجتمعوا على حملة رمضان الخير والتمكين التي ستتضمن مجموعة من المبادرة الخيرية في إطار الإفطارات الرمضانية في إطار الصحورات في إطار كسوة العيد في إطار أيضا كفالة الطلاب وإضافة إلى ذلك الطرود الغذائية فتكونت هذه اللابنة من مساهمات الجهات السبعة الشركة كل جهة من الجهات السبعة ساهمت بباب لغمالي تكونت هذه الحملة وبعد ذلك قررنا أن نطلقها بالمعطيات بما بدأنا بتنفيذه وأيضا بفتح باب استقبال المساهمات الإضافية خارج عن إطار هذه الجهات السبعة طبيعة عملكم في هذا المشروع أو هذه الحملة كيف ستساهمون فعليا بتمكين المقدسيين؟ نحن كنا في مشاورات منذ أشهر حول إمكانية وسبل وأفضل الخطط لتمكين أسواق البلد القديمة كان هناك مجموعة من الأراء والمعطيات والطروحات ووجدنا أن هذه المعطيات والطروحات التي سنتحدث عنها في المستقبل القريب إن شاء الله لا يمكن أن ترى النور ولا يمكن أن تترك المفعول إلا إذا ربطت بمبادرات لإحياء المجتمع لذلك كلنا أول مبادرات لتكون مبادرة رمضاني الخير والتمكين تجويه الناس والجمهور المقدسي وحتى إخواننا في الداخل لشراء من أسواق البلد القديمة وبعد ذلك يتم التواصل مع التجار في إطار تحديد ما هي الاحتياجات وما هي الأمور التي لا بد أن يتم توفيرها المواطن والتعامل معهم من خلال كوبونات توقع أن كل تاجر سيتم التعاقد معه ستكون بحدود خمس إلى سبع آلاف دولار على قاعدة كوبونات هذه الكوبونات ستوزع على الأسر المستورة من خلال الجان الزكاة ومن خلال مؤسسات الشركة المتعلقة في الجمهور وبالتالي رأينا أنها وسيلة لتفعيل السوق وتمكين التاجر وأيضا إيصال المساعدة إلى الأسر المحتاجة أهدافكم كجمعيات ومؤسسات وصندوق لوقفية القدس وغيرها من المؤسسات والجمعيات التي تخوض لتساعد المقدسيين ما الهدف من هذا التمكين وأيضا كيف ستسعون على استدامة هذا التمكين أنا أتوقع أنه لا نستطيع أن نعاول على هذه الحملة بتغيير الاقتصاد المقدسي أو تحصينه بشكل كامل لأنه أنت تعلمين أنه تحديات الاقتصاد المقدسي هي تحديات كبيرة بفعل مؤسسات الاحتلال وفعل سياسات التفريغ وغير ذلك ولكن هذه الحملة أتوقع أنها تكون نموذج خلاق لغيرها من المبادرات لتفعيل الأسواق والتجار المقدسيين هذه الحملة تأثيرها محدود في دعم مجموعة التجار المستفيدين من هذه الحملة ودعم مجموعة العائلات المستورة ولكن أثرها إن صح التعبير سيكون بإذن الله كبير إذ ما استمرنا على هذا النهج من اعتبار هذا النموذج الناجح خطة عمل نبنى عليها الكثير من المبادرات الإضافية ونعززها بأفكار جديدة إن شاء الله وبالتالي هذه الخدمات المتكاملة إن شاء الله ستؤثر وتساهم إجابا في تحسين الوضع الاقتصادي للمقدسيين الأستاذ طاهر أديسي المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس شكرا لك على هذا اللقاء رحيك الله